لا شك فيها ولا زعاف فيها أن الجزائر هي من تقود المرحلة رمكي لا مغرب لا والو شوف مع أنها ما عندهش مع إسرائيل يعني العالم كيعرف منك يتكلم مع الجزائر كيعرف شكون هي الجزائر الجزائر عطات المثال في التضحيات في العالم شوف أخوتي راه احنا بعدها الشعوب دي الشمال الأفريقية وخصوصا المغاربة لا نحب الاعترف حتى بخوتنا المغاربة ما بالك وتعترف بجارك راه هنا فين خصنا نقلة في الأخلاق خصنا نقلة أخلاقية الاعتراف بالآخر راح نحدانا أخوتي المغاربة راح نحدانا قوم قدموا أكبر تضحيات في العالم في التاريخ دي البشرية من أجل استقلالهم الجزائر آه أخويا آه ولكن في المغرب ماذا تسمع على الجزائر عاركم كتعرف كي دعموا البلزاريو المورتازيقة الجزائر ديرين الجزائر فاعلين وكي مكنش منه الجزائر هزلنا أكثر من 750 ألف واحد مليون اللارب مغربي هزهوا منه صحاب الصناعة التقليدي عايشين معززين مكرمين كي يبغيوهم كي يحبوهم ما عمري سمعت منه شيء مغربي أن الجزائريين قبح ما عمري سمعتها لا الجيش ديالهم ولا التعامل البوليس ديالهم ولا الناس ديالهم دخلوا اليوتيوب دخلوا اليوتيوب وشوفوا المغاربة اللي كنين في الجزائر شنو غري يعودوكم على الجزائر إلا عندكم أصدقائكم أكيد عندكم أصدقائكم في الجزائر سؤلوا أصدقائكم كيف اشتعاموا للجزائريين وهو من أجل ذلك يعني بهذا السبب محمد السليسك يعرف أن الجزائريين قلبهم كبير مع أنهم قباح وخاقباح ولكن قلبهم كبير وإحنا قال بالله رغضي نقول لهم بحلواله يفتحوا ويقلبوا علينا ودوز المرحلة ونبقى وإحنا مزيانين وندوزوا هذه المرحلة لكن لا يعرف بأنه قوّدها مزيان مع الجزائر ومحمد السليسك قبّتها مزيان مع الجزائر دار معهم خصائل قبيحة بزاف بدأ من عمر هلال بزاف بزاف مدار مع الجزائر القضية ديال إسبانيا روينا اللي نواد و الحملات المسعورة ديال الإعلام اللي مخرجها على الأبواق دياله الكبرانات وانت عندك كبرانات وانت عندك جنيرالات يكوز وآه صاحبي بارك علينا من طرح البايق سوفوا شوفوا المستوى ديال الجيش الجزائري والجيش المغربي وشوفوا الحياة الحياة من المستوى الاجتماعي للجيش في الجزائر والمستوى الاجتماعي للجيش في المغرب رضي اعتقد تلقى فرق كبير بثاف ما عندهم هما الناس يمشيوا قدام البرلمان الجيوش يمشيوا اللي هما حرب وعندهم دوز وحرب احنا المغرب الحسن الثاني ما اعترفش حتى بالناس اللي كانوا اللي كانوا أسراء ديال الحرب عنده في البوليزاريو دوزوا عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة وهم ما تعرفش بهم قاني هائيا وهذا هو الأداو والواقع اللي كانين أخوتي مكين لك دوب مكين لزواق لاوالو رغمهم اللي مشاولوا البرلمان كتلقوهم في البرلمان وكي يأكلوا العصا وكي ضربوهم مساكن ما زالين حالهم هو حالهم آخرهم رغم ضربوه بعند الحبسة اللي يسقر بن واحد المشهور ضربوا واحد بعامين للحبسة نسين سيجنل لأنه قال أن المسؤول لي الأول هو قائد القائد الأعلى للقوات المسلحة شدو قالوا لو جي نوريوك القائد الأعلى للقوات المسلحة بطبيعة الحرة التعامل ليالهم معه في وزراء الداخل يفتعامل ليالهم عرغة يدخلوا غيحشيوا له العصاة صرفيق شكون جاب خبارهم مسكين هذا اللي كان يمشهد السلاح من أجل شكون مش من أجل الشعب المغربي اسمحوا لي من أجل القرارات ديال محمد السادس هذا القرية ديال الصحراء وهذا القرية هذا كل هذا الخواض هذا والجيش قلت لكم 20% من الجيش المغربي بالعتاد دياله بكل شي فقط المهمة دياله يحمي محمد السادس ويقنع الاحتجاجات اللي كتنوض ضد محمد السادس او من شي هبة شعبية تقدرش ينهارت تزحف القصر رمغدش عقل ما نقول لك شنا مغير عقلوش عليكم لان لان انتم ما كنتشوفوا المستوى للجيش كدير وشفتوا التاريخ أنا رك نقول لكم التاريخ ره التاريخ ديالنا ديال الجيش القوات المسلحة الهلكية غير مشرف تماما أمام العالم غير مشرف حقير تاريخ حقير ما نقولين عود عليكم اخصنا التذكير 1958 في الريف اغتصبوا الجيوش المغاربة الجنود المغاربة اغتصبوا الريفيات اغتصبوا الريفيين أطفال وقتلوا الناس بالرصاص 1965 في الدار البيضاء ما خلاوا ما قتلوا ديال الناس ويعتموا وبدأوا غير كي ضربوا 1991 1985 كذلك في الشمال قرطاص أضراب كي يجي الأمر ما كين غير يضرب كي بدو يقتلوا فولد الشعب 14 عام 15 عام مرافز السرجم مرافز السرجم كي يضربوها كيف يفرقوا على الراس ديالها هذا هو التاريخ الغير مشرف أخوتي ديال الجيش المغربي هذا هو الحقيقة هذا هو الحقيقة حنا كنقولوه دازت واحد المرحلة ما نقولوش انه مكينش الرجال كاينين الرجال كاينين الرجال وخرجوه منه رجال وحاولوا انهم يديروا انقلاب ولكن اخو تيرا خص هذا الجيش خص الاغلبية العظمى فيه خصت فايقبات يهم عارفين كل شي عارف عارفين دبا كل شي عارف دبا كل شي عارف هاد ضباط الصف والجنود عارفين بالضباط اغلبيتهم غرقين في الفساد والضباط السامون كلهم غرقين في الفساد كلهم غرقين في الفساد ويقتلوا الشعب المغربي كامل من اجل ارضاء محمد الساديس لانه عاطيهم امتيازة ضخمة اكا تلقى جنيرال اخويا عنده فرص المال دياله كتر منه 300 مليون دولار 500 مليون دولار جنيرال واو 500 مليون دولار كيف ارتيلها انت يا جنيرال كيف ارتيلها طبعا حلا يخرجي قتلك عليها هذا يجب ان يتعلقوا هذا يجب ان يتعلقوا هذا يخرجي قتلك انت كشعبيت هذا يرغي على خبزة شو هداء كوميرا عقلتوا على شو هداء كوميرا اللي تكلمنا عليهم شو هداء كوميرا خرجوا العسكر كي ضربوا الناس مطالب اجتماعي الخبز اخرها الاحتجاجات الريف كان فيها الجيش المغربي كان فيها كي يتحن ما اسمه الاحتجاجات الريف في 2016 2017 اهه هذا هو الواقع دينا يعني خص ديال كازا ديال 1965 اه اه اكنا نقول لكم اراه لا مفر الشعب المغربي اراه لا مفر وكذلك القاع الاطور اللي كانين في المغرب اراه اراه خصنا تغيير تغيير غادي يجي من عندكم راه يلما كانش غادي تكون التكلفة عالية عالية جدا يلما جاش تغيير من الجيش كالذي يقول لك واه غادي يقول لي عنا نظام عسكري والله يعطينا النظام العسكري ما شكت خربق عليها وش النظام العسكري او هذا النظام الكلبي هذا شوف على نظام عندنا صاحبي شوف شوف على النظام يخرج لك بجلابة والسلهام ويدبح لك العيد وما تدبح قبل أمير المؤمنين ويخرج لك يخطب عليك في نزليش المستشارين ويخرج يخطب عليك في عيد العرش ويجمع لك الكلاب ويجي ويسجده والفساد والأرقام ديال الفساد على عينك بنعديها ويكيليكس الفساد ديال ويكيليكس هل الفساد ديال بالطريقة العالم عارف بأن تسيدة فساد وشفار وصرفاق تروي دياله يعني بيزنس دياله غادية غادية طالع 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 وشعب المغريبي yen بطابط ين بطابة كل قمع 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 الله يقدر أن إطايا لهم يكفيكم أنه اعتقلوا نزلي الريف وكيدو زحدهم بليخت في الحسيمة يكفيك هذه أنه صفتهم كامل للحبس عشر سنين عشرين عام خمسة عشر عام خمس سنين الأطفال ضربوا بعشر سنين أطفال مازال ما وصلوش سين الرجل ضربوا بعشر سنين وكيدوز عليهم باليخت ومش كون معاه معاه الظلال ديالو وكيدتصور مع الظلال ديالو كي يقول لكم آه آه نا عرش فيه واحد الحقارة هذا الملك هذا العلوين العلوين كلهم كانوا عبر تاريخك فيهم واحد الحقارة واحد النجاسة واحد الدناءة ليس لها متيلة أخوتي كي يريد أن ينكلوا بالشعب كي يريد أن يشوفك يحتقرك علش هو أي جنرال كيفما قلت لكم أي مسؤول سامي سافير علش دين مقبل ما يدخل يأخذ دك هانت والتي سافير ولا هانت والتي جنرال كي يقول له التقبة ديالك يشوفها العبد بعدها يلولا أول حاجة كي يقول أول حاجة غديدير كي يجي معه واحد يقول له التقبة ديالك يشوفوا العبيد اللي كان اللور ديال سيدنا وما اللي أولين يلا أزتقبتك كي يدير ليما ويوريهم تقبته من اللور أش من جنرال وليتي آخويا أش من سافير واش من ديبلوماسيا أش من والي واش من حقوق إنسان واش من ديمقراطية واش من دولة واش من محاسبة واش ديالك تحاسبوا واش الانسان اللي كي يعمل كهك غدي تحاسبوا رئيس المجلس الأعلى للقاضاء المخير فيكم تنتو مائك يشوفوك يهزلق الزبال يقول للعبد ماشي ليه هو يزل العبد يشوفها بعد العبد واللول هذا هو حالكم يعني بدون النفاق ماشي سمحوا لي غدي تفعل كمبيوتر نشوفوا قناه هذا الخير بالكمبيوتر نشوفوا قناه يهزل معك جميع يهزل معك